موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم مشاهدينا إلى هذه النشرة ونبدوها بالعنوين دولة قطر تستضيف اليوم في نيويورك الجزء الأولى من مؤتمر الأمم المتحدة الخامس المعني بالبلدان الأقلين موانا حرصت على تقديم الدعم الكامل والمستمر للتخفيف من حدة الأزمة الإنسانية في اليمن ومساعدة شعب اليمن الشقيق دولة قطر تؤكد دعمها للجهود الدولية من أجل السلام المستدام في اليمن وتجدد حرصها على التخفيف من حدة الأزمة الإنسانية اليمنية في الاقتصاد مصرف قطر المركزي يرفع سعر إعادة الشراء بواقع ربع نقطة أساس إلى 1.4% وفي الرياضة الغرافة والدحيل وكثفان الاستعدادات لنهاء كأس سمو الأمير المفدى لكرة القدم غدا بسم الله الرحمن الرحيم بعث حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد الثاني أمير البلاد المفدى برقية تهنية إلى فخامة الرئيس مايكل دانييل هيكنز رئيس جمهورية إيرلندا بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده كما بعث اسمو الشيخ عبدالله بن حمد الثاني نائب الأمير برقية تهنية إلى فخامة الرئيس مايكل دانييل هيكنز رئيس جمهورية إيرلندا بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده بعث مع الشيخ خالد بن خليفة بن عبد العزيز الثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية برقية تهنية إلى دولة السيد مايكل مارتن رئيس وزراء جمهورية إيرلندا بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده أجرى سعادة الشيخ محمد بن عبد الرحمن الثاني نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية اتصالا هاتفيا مع سعادة السيد أنتوني بلينكين وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية جرى خلال اتصال استعراض العلاقات الوثيقة بين دولة قطر والولايات المتحدة وأسبل تطويرها في مختلف المجالات كما تم التطرق إلى آخر تطورات الأزمة الأوكرانية الروسية ومناقشة حوار المصالحة الشادي الذي تستضيفه الدوحة والمستجدات في الصومال إلى جانب تبادل الأراء هي لعدد من القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك تواصل دولة قطر جهودها الحثيثة لدعم مساعي الأمم المتحدة في تنفيذ برامجها الإنمائية على صعيد الدولي حيث يعقد اليوم في نيويورك الجزء الأول من مؤتمر الأمم المتحدة الخامس المعني بالبلدان الأقل نموا فيما سيعقد الجزء الثاني بالدوحة في شهر مارس من العام المقبل بحضور رؤساء الدول والحكومات وقد تعهدت دولة قطر بنجاح مؤتمر الأمم المتحدة الخامس المعني بالبلدان الأقل نموا مؤكدة أنه في ضوء المشهد العالمي المتغير وما يفرضه ذلك من تحديات متزايدة فإن اعتماد برنامج عمل الدوحة لأقل البلدان نموا في وقت قريب يعد بالغ الأهمية كما أكدت دولة قطر على أهمية برنامج العمل باعتباره أول برنامج يتصدى للتحديات المرتبطة بتاع داعيات فيروس كورونا على أقل البلدان نموا وما يشكله أيضا من برنامج تحولي لإحداث التغير المنشود وبناء مجتمعات قادرة على الصمود خاصة في إطار ما ينطوي عليه من تدابير ومبادرات والتزامات هامة وطموحة من قبل الجميع وشددت دولة قطر على أن نجاح برنامج عمل الدوحة لأقل البلدان نموا يتطلب عملا جماعيا وتضافر ودعم كافة الشركاء الدوليين كما جددت التزامها بتهيئة وتوفير كافة المتطلبات لإنجاح عقد مؤتمر الأمم المتحدة الخامس المعني بأقل البلدان نموا بحيث يكون حدثا فارقا وتحوليا لدعم تطلعات أقل البلدان نموا في مسيرتها نحو تنمية المستدامة والشاملة أكد دولة قطر حرصها على تقديم الدعم الكامل والمستمر للتخفيف من حدة الأزمة الإنسانية في اليمن ودعمها لكافة الجهود الدولية لتحقيق السلام المستدام جاء ذلك في بيان ألقته سعادة السيدة لولو بن تراشد الخاطر مساعد وزير الخارجي أمام الحدث الافتراضي رفيع المستوى لإعلان التبرعات لمواجهة الأزمة الإنسانية في اليمن تماشيا مع سياسة دولة قطر لتخفيف أثار الأزمات الإنسانية فقد حرصت على تقديم الدعم الكامل والمستمر للتخفيف من حدة الأزمة الإنسانية في اليمن ومساعدة شعب اليمن الشقيق على تجاوز الظروف الصعبة التي تثقل كاهلة ودعم كافة الجهود الدولية الرمية لدفع الحل عبر الحوار والتوصل إلى تحقيق السلام المستدام والتنمية وتحسين الوضع الإنساني في اليمن كما استعرضت سعادة مساعد وزير الخارجية خلال البيان جزءا مما قدمته دولة قطر في مجال المساعدات الإنسانية بما في ذلك القطاعات ذات الأولوية للاحتياجات في الأمن الغذائي والصحة وبناء القدرات وبالنظر لأهمية تضافر الجهود من أجل تلبية احتياجات الأمن الغذائي في اليمن وقع الصندوق قطر للتنمية في شهر نوفمبر 2021 اتفاقية مع برنامج الأغذية العالمية لتقديم مساهمة مالية بقيمة 90 مليون دولار للمساعدة في تلبية احتياجات الأمن الغذائي العاجلة في اليمن وتلافي خطر المجاعة بالإضافة إلى تقديم الدعم اللوجستي عن طريق الخدمة الجوية الإنسانية لنقل المتطوعين والموظفين من وإلى اليمن وداخله كما يعمل صندوق قطر للتنمية مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونسف لدعم قطاع المياه والإصحاح في اليمن والذي بدوره سيساهم في إعادة تأهيل شبكات المياه والحد من انتشار الأمراض التي تنتشر عبر المياه الملوثة وتحسين فرص الحصول على مياه صحية صالحة للشر وفي قطاع الصحة وقع صندوق قطر للتنمية في شهر ديسمبر 2020 اتفاقية مع صندوق الأمم المتحدة للسكان بمبلغ وقدره 5 مليون دولار أمريكي لتقديم خدمات صحية شاملة للفئات الأكثر تضررا في عشر مرافق صحية في اليمن بالإضافة إلى إحالة الحالات الطبية المعقدة إلى مستشفى خليفة في محافظة تايس واستشعارا من دولة قطر بمسؤوليتها والتزاماتها وفي إطار الجهود للاستجابة لتداعيات جائحة فيروس كورونا قدمت دولة قطر في عام 2020 تبرعا عينيا بسبعة أطنان من المساعدات الطبية إلى اليمن عبر منظمة الصحة العالمية بحضور سعادة الشيخ عبد الرحمن بن حمد آل ثاني وزير الثقافة أطلقت الوزارة أولى فعليات موسم الندوات وذلك في مقر معهد الدوحة للدراسات العليا بالمركز العربي للأبحاث ودراسات السياسات وحملت الندوة الأولى عنوان الهوايات إنسانية أو محلية الثقافة وتعدد الهوايات في الخليج ومن المقرر إقامة ثماني فعليات خلال موسم الندوات الذي تقيمه وزارة الثقافة لأول مرة بالشراكة مع كل من جامعة قطر والمركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات ويستمر حتى الحادي والثلاثين من مارس الجاري ويشارك فيه أكثر من ثلاثين باحثا وأستاذا جامعيا لإضافة إلى عدد من الإعلاميين والمختصين بمختلف المواضيع التي تهم المجتمع وتداخل الآراء فيها واختيار تنوع آراء فهذا يدفع المجتمع وأرجو أنه يستمر واليوم كانت الندوة وايد ممتازة وتداخل المداخلات كانت رائعة فاستفدنا كثيرا أرجو الاستمرار فيها وبرعاية سعادة الشيخ عبد الرحمن بن حمد آل ثاني وزير الثقافة انطلقت مساء أمس فعالية مهرجان الدوح المسرحي في دورة الرابعة والثلاثين المهرجان ينظمه مركز شؤون المسرح ويستمر إلى غاية السابع والعشرين من مارس الجاري بالحي الثقافي كتارا ست شخصيات تبحث عن مؤلف بهذه المسرحية لكلية المجتمع تعود أجواء مهرجان المسرح القطري بعد غياب استمر خمس سنوات يعود المهرجان في دورته الرابعة والثلاثين لتنشيط المشهد المسرحي القطري من جديد وإعطاء الفرصة للفنانين القطريين لتقديم أعمالهم للجمهور أجدد فخري الكبير بعودة مهرجان دوح المسرحي كرافد مهم جدا لرفض الحركة المسرحية في قطر والثقافية بالإبداعات الشباب، بإبداعات المحترفين كذلك بالمزيج بالخبرة بين الشباب والمحترفين يتضمن مهرجان المسرح القطري لهذا العام العديد من العروض والندوات الفنية التي تشكل فضاء إبداعيا لتبادل الأفكار والخبرات نحن هالسنة لم نرى فرق المسرحية أو فرق من خارج قطر هالمرة نرى حتى طلبة جامعات يشاركون في المهرجان المسرح واحتفالا بيوم المسرح في هذه الحالة نحن نرى أن هناك جيل قادم هناك جيل يقدس المسرح هناك شيء يحدث لو نحن مجرد استمرنا في هذه المهرجان تمرز أبداعات كثيرة كنا كممثلين أنت لنية بروفا مرة مرتين ثلاثة أو مئة مرة أنت تشوف البروفا يصير عندك تخيلات أن هل الجمهور سيتقبل ما سيتقبل هل سيصفق اليوم الحمد لله شاهدنا الجمهور أسعده بتواجده ما يزيد نسخة هذا العام تميزا تزامنها مع مرور خمسين عاما على إطلاق الحركة المسرحية في دولة قطر ما عزز أمال القائمين على المهرجان في إعادة إحياء الحركة المسرحية التي طبعت الفن المسرحي القطري خلال خمسة عقود مشاهدين الكرام نشرتنا مستمرة وفيها بعد قليل وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي تخفف بعض الإجراءات الاحترازية في المدارس ورياض الأطفال اعتبارا من الأحد المقبل اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة بعدم ارتداء الكمامات وذلك في جميع المدارس ورياض الأطفال الحكومية والخاصة مع السماح بارتدائها للراغبين في ذلك بينما يستمر الطلب غير المطعمين وغير المتعافين بإجراء فحص السريع المنزلي وفقا للإجراءات المقررة مسبقا وقالت الوزارة إن هذا القرار يأتي في إطار حرصها على توفير البيئة المدرسية الآمنة وتماشيا مع المستجدات والقرارات الخاصة بتخفيف بعض الإجراءات الاحترازية بالدولة ولا مشاهدين إلى الجولة الاقتصادية ضمن هذه النشرة رفع مصرف قطر المركزي سعر إعادة الشراء بواقع ربع نقطة مئوية ليصبح واحدا وربعا بالمئة وذكر المركزي في بيان له أن هذا القرار جاء بناء على المعطيات الاقتصادية المحلية والدولية كما قرر الإبقاء على سعر فائدة المصرف للإيداع عند مستواه الحالي بنسبة واحد في المئة والإبقاء على سعر فائدة الإقراض من المصرف عند مستواه الحالي بنسبة اثنين ونصف في المئة أبرم ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي عقد شراكة مع شركتي لينكت إن ومايكروسوفت لتعزيز حضور المنصة الوطنية للتوظيف كوادر على شبكة لينكت إن وفتح آفاق وظيفية جديدة لمنتسبي المنصة للبحث عن فرص وظيفية مختلفة في دولة قطر وتهدف الاتفاقية إلى التسهيل على الباحثين عن عمل بصورة عملية ومباشرة عبر استخدام الميزات المختلفة التي توفرها لينكت إن التي تعد أكبر شبكة مهنية في العالم لمنتسبيها اكتست بورصة قطر باللون الأخضر عند تسوية آخر تعملات الأسبوع مدعومة بعمليات شرائية على الأسهم القيادية وصعد المؤشر بنحو 19% وصولا إلى مستوى 13397 نقطة عند الإغلاق فيما سجلت أحجام متداول أكثر من 355 مليون سهم بقيمة نهزت مليار و530 مليون ريال نفذت من خلال نحو 22600 صفقة وفي أسواق النفط ارتفعت أسعار العقود الآجل لخام برينت القياسي تسليم مايو متخطيا مستوى 100 دولار و20 سنة البرميل خلال التعاملات الأسوية كما ارتفع خام نيمكسي الأمريكي تسليم إبريل مسجلا 99 دولار و42 سنة للبرميل وعلى صعيد أسواق الذهب انخفضت أسعار العقود الآجلة للمعدن الأصفر تسليم شهر إبريل بنسبة واحد وعشر النقطة المئوية خاسرا 20 دولار و50 سنة للأوقية لتصل لمستوى 1909 دولارات و20 سنة للأوقية عند التسوية نظمت وزارة البلدية بالتعاون مع سفارة فرنسا لدى الدولة ورشة حول الاقتصاد الدائري وإدارة النفايات الصلبة وذلك بهدف تبادل التجارب والخبرات في هذا المجال وتركز الورشة على ألية تمويل هذه الصناعة هذا فضلا عن الابتكارات التكنولوجية لتحويل النفايات إلى طاقة وتأثمين الطاقة والنفايات البيولوجية وإنشاء وعادة التأهيل البيئي لمكعبات النفايات الهندسية وتسويق تلك النفايات بعد عملية التأهيل نقطي في ورشة العمل عدة محاور التي هي منها عادة تأهيل المطامر طرق الصحيحة في تخلص من الإطارات التقنيات الجديدة من تحويل النفايات إلى طاقة تسويق هذه المواد بعد عادة تدويرها كل هذه الخبرات الفرنسية سوف يتم الاستفادة منها إن شاء الله في المرحلة القادمة هذا الموضوع مهم جدا بالنسبة لقطر حيث يشكل ركيزة أساسية من استراتيجيتها الوطنية 20-30 وقد بدأت فرنسا بالفعل خطة مهمة في مجال الاقتصاد الدائري وأعتقد أن هذا التعاون سيسمح للجانبين بتبادل الخبرات والعمل معا على مشاريع مشتركة ولا مشاهدين إلى تقرير حول آخر الأخبار الإقليمية والدولية الرئيس الأوكراني وفي خطاب عبر الفيديو أمام مجلس النواب الألماني يدعو إلى هدم ما أسماه الجدار الجديد الذي تم بنائه في أوروبا بوجه الحرية منذ العمليات الروسية ضد بلاده الرئيس الأمريكي يعلن عن مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا بقيمة مليار دولار واصف النظيره الروسي بأنه مجرم حرب من جهته ندد لكريملين بتصريحات بايدن معتبرا أنها غير مقبولة ولا تختفر فيما أكد الرئيس الروسي أن عمليته العسكرية في أوكرانيا ناجحة نشب حريق في بناية سكنية في العاصمة الأوكرانية كييف بعد أن أصابته شظايا صاروخ روسي ما أسفر عن مقتل شخص وإصابة ثلاثة آخرين على الأقل ويظهر مقطع مصور نشره جهاز الطوالي الحكومي الأوكراني في رقال إنقاذ بينما تحاول إخماد النيران التي دمرت الطوابق العليا من المبنى قوات الاحتلال الإسرائيلي تشن حملة اعتقالات واسعة في أنحاء مختلفة من ضفة الغربية وجنوب قطاع غزة واستهدفت الحملة اعتقال 15 فلسطينيا من بينهم ثلاثة كانوا على مقربة من الشريط الحدودي شرق مدينة خان يونس جنوب القطاع الأمم المتحدة تعلم عن خيبة أملها بعدما جمع مؤتمر للجهات المانحة لليمن أقل من ثلث المبلغ المستهدف الذي تقول المنظمة إنه ضروري لتجنوب البلاد كرثة إنسانية وزيرة الخارجية البريطانية ترحب بإطلاق صراح مواطنين بريطانيين بعد احتجازهما في إيران وأطلق صراح المعتقلين بعد أن قامت حكومة المملكة المتحدة بتزديد ديون قديمة تعود لعقود لصالح طهران وكان المعتقلان قد وصل صباح الخميس إلى الأراضي البريطانية توفي أربعة أشخاص وصيب أربعة وتسعون آخرون بعد الزلزال القوي الذي ضرب السحل الشمالي الشرقي لليابان وبلغت قوته أكثر من سبع درجات على مقياس رختر وكانت محطة تلفزيونية قد التقطت صورا جوية لأرجاع من فوكوشيما تظهر الأضرار التي لاحقت بالبنية التحتية الناجمة عن الزلزال فيما وصلت سنامي صغير إلى الشاطئ إذن مشاهدين الكرام نشرت هنا مستمرة وفيها بعد عرض الأحوال الجوية المهر كيل باي تتوجه بلقب كأس الوعب للخيل المهجنة الأصيلة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر اعلنت إدارة التحكيم التابعة للاتحاد القطري لكرة القدم تسمية طاقم تحكيم المباراة النهائية لبطولة كأس سمو الأمير المفدى في نسخة الخمسين والتي ستجمع فريقي الغرافة والدحيل غدا باستاذ خليفة دولي هذا وقد كثف الفريقان استعداداتهما للظفر بالكأس الغالية وقد تأهل الغرافة والدحيل إلى المباراة النهائية بعد فوز الأول على الوكرة بأربعة أهداف مقابل هدف فيما تخطأ الثاني عقبة السد بثلاثة أهداف مقابل هدفين وتتوقع جماهير كرة القدم منافسة قوية بين الفريقين لنيل أغلى الكوس الجدير بالذكر أن السد توج بلقب النسخة التاسعة والأربعين من مطولة كأس الأمير لكرة القدم بعد فوزه على الريانة اجتمع سعادة الشيخ جوعام بن حمد آل ثاني رئيس اللجنة الأولمبية القطرية مع رئيس الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات والوفد المرافق الذي يزور الدوح حاليا وجرى خلال الاجتماع استعراض أوجه التعاون الثنائي بين النجنة الأولمبية القطرية والوكالة الدولية لمكافحة المنشطات وسبل الكفيلة بدعمها وتطويرها في المرحلة المقبلة فازت المهر كيلباي ملك جاسب بن علي بن محمد عبدالعطية بالمركز الأول في الشوط الثامن ضمن سباق الخيل الذي نظمه نادي السباق والفروسية على المضمار الرملي بالريانة واجتمل على ثماني أشواط خصص الأخير منها لكأس الوعب للخيل المهجنة الأصيلة تكافؤ لمسافة الفي ومائتي متر وحققت المهر كيلباي بإشراف المدرب إبراهيم سعيد المالكي وبقيادة الخيال توماس لوكساك الفوزة متفوقة على الفرس إنجلي كوين ملك إصطابل الأزرق فيما شهد الشوط الأول المخصص الخيل المهجنة الأصيلة إنتاج محلي المبتدئ لمسافة ألف ومائة متر فوز المهر إعصار ملك وتدريب أسامى عمر اسماعيل الدفع بالمركز الأول بقيادة الخيال قيس البسعيدي نظم الاتحاد القطري للفروسية والخماسي الحديث أمس الجولة التجربية لنسخة ثانية من بطولة النشابة للرماية بالقوس من على ظهر الخيل لفئتي الشباب والرجال في ميدان لونجين الخارجي في الشيقب حيث ستجرى البطولة عند السادسة من مساء اليوم البطولة التي تشهد مشاركة 16 فارسا ستجري عبر مسابقتين الأولى يرمي الفارس عدة أهداف ثابتة وتحسب له النقاط على أساس دقة الإصابة والسرعة أما الثانية فيقوم الفرسان خلالها باستهداف صحن معلقة على عمود بارتفاع ثلاثة إلى أربعة أمتار ويثم احتساب النقاط بين المتسابقين لاختيار الفائزين ما شاء الله الفرسان شوفنا في البروبا فرسان مؤدين أداء ممتاز نتوقع إن شاء الله أن بكرة تكون البطولة جميلة وتكون فيها منافسات قوية طبعا هذه النسخة الثانية لبطولة الرماية من على ظهر الخيل اللي هي نسميها النشاب نظام البطولة طبعا فيها المتسلسل اللي هو رمي الهدف بعدها بيكون في بريك فيها عرض بيكون فيها الأوتاد التقاط الأوتاد من فريق الأخوية وفي نفس الوقت بطل العالم بيعرض لبريك عرض بيسوي عرض يعني بسيط وبعدها تبدأ منافسة القبق أي منافسة طبعا جديدة السنة ضفناها بيكون تقريبا تحديد الفائز مجموع نقاط المتسلسل مع القبق توج اللاعب الإيراني أمير سارخوش بلقب بطولة آسيا للسنوكر للرجال والتي نظمها الاتحاد القطري للبليارد وسنوكر وسط مشاركة كبيرة من أبرز لعبي آسيا وذلك على صالة الاتحاد القطري للعبة ختام مثير لمنافسات بطولة آسيا للسنوكر للرجال والتي نظمها الاتحاد القطري للبليارد وسنوكر بمشاركة 43 لاعبا يمثلون 19 الدولة وذلك بعد المنافسات الشرسة التي شهدتها البطولة خلال الأيام الماضية وتوي بلقبها الإيراني أمير سارخوش بعد أداء قوي في النهاء المثير على حساب الهندي إشبرتسينغاي آسيا أثبتت للعالم أنها تقود لعبة لسنوكر بطولة العالم بطولة العالم اللي انتهت فاز فيها اللي كانوا كلهم الكواليفان كلهم كانوا من آسيا نحن بطولة آسيا اللي نشوف أن كلها جيل جديد فمعناته الغادم أفضل إن شاء الله من ذن واحد أحد وتعتبر البطولة الأسيوية التي وصفها الجميع بالمونديال المصغر هي البطولة الخامسة التي تستضيفها الدوحة واليا حيث اختتمت قبل أيام أربع بطولات حيث أثبتت آسيا أنها الأعلى كعبا على مستوى العالم بعد وصول أبطالها إلى النهائي العالمي والآسوي والتتويج بالألقاب النهائي اليوم كان نهائي قوي أمير ساركوش هو لعب لعب نهائي بطولة العالم لعب نهائي اليوم في بطولة آسيا لعب من تمكن لعب عنده ذو خبرة كبيرة في عالم السنوكر تغلب على اللاعب الهندي اللاعب الهندي لست مبتدأ لا نقول مبتدأ لكن نقول طور مستواه الأحسن في بطولة هذه ولعب نهائي اليوم لكن ما حلم الحظ ما توفق ما فاز بعد خسارة لنهائي كأس العالم لسنوكر والمباراة الأولى في دور المجموعات في بطولة آسيا وضعت نفسي تحت الضغط ونجحت في الفوز بجميع المباريات اللاحقة وتوجت باللقب الآسيوي وتقام في الدوحة بالتزامن مع بطولة آسيا للرجال السنوكر بطولة آسيا للبليارد الإنجليزي التي تشهد مشاركة أبرز لعبي آسيا في هذه النوعية من الرياضات على أن تقتتم منافسات مشاهدي الكرام وصلنا إلى ختاب النشرة وإليكم التذكير بالعنوين دولة قطر تستضيف اليوم في نيويورك الجزء الأولى من مؤتمر الأمم المتحدة الخامس المعني بالبلدان الأقل نموا حرصت على تقديم الدعم الكامل والمستمر للتخفيف من حدة الأزمة الإنسانية في اليمن ومساعدة شعب اليمن الشقيق دولة قطر تؤكد دعمها للجهود الدولية من أجل السلام المستدام في اليمن وتجدد حرصها على التخفيف من حدة الأزمة الإنسانية اليمنية مصرف قطر المركزي يرفع سعر عادة الشراء بواقع ربع نقطة أساس إلى واحد وربع في المئة ومر معنا بالنشرة أيضا الغرافة والدحيل وكثيفان الاستعدادات لنهاء كأس سمو الأمير المفدى لكرة الغدم غدا مشاهدين الكرام يمكنكم متابعة البث الحي لتلفزيون قطر على الموقع الإلكتروني شكرا للمتابعة ونلقاكم على خير اشتركوا في القناة